السيد الرئيس وإدارته الحكيمة للاتحاد الدولي للاتصالات وللإدارة التنفيذية الحالية على الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم السابقة السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء البعثات الرسمية الحضور الكريم لقد اعتمدت سلطنة عمان مؤخرا رؤية طموحة هي رؤية عمان 2040 ولترجمت هذه الرؤية في الجانب الرقمي تم اعتماد البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي القائم على محور الحكومة الرقمية والمجتمع الرقمي ورقمنة الأعمال والمتناغم مع المبادئ والأهداف الاستراتيجية للاتحاد الدولي للاتصالات يهدف البرنامج إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 2% إلى 5% بحلول عام 2030 ويشمل مجموعة من الخطط التنفيذية في التحول الرقمي الحكومي والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وصناعة الأمن السبراني والصناعة الرقمية وتقنيات الفضاء وغيرها من الخطط التنفيذية تلتزم سلطنة عمان مع دول العالم في توصيل غير الموصلين فقد استثمرت السلطنة مئات الملايين من الدولارات في بناء بنية أساسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حيث أن سلطنة عمان تعتبر من الدول الرائدة عالميا التي تحتضن عددا كبيرا من الكابلات البحرية التي توفر أعلى مستوى من النفاذية والمرونة وتسهيل تبادل البيانات من خلال مرور 20 كابل بحري على أراضي سلطنة عمان الأمر الذي يجعلها مركز جذب للاستثمارات والمشاريع الحيوية في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية ومن أجل تحقيق هدف الشمول الرقمي فقد أطلقت الحكومة المبادرة الوطنية آفاق في العام 2020 في أوج فترة جائحة كورونا كوفيد-19 لتغطية 600 قرية ريفية وتجمعات سكانية نائية بخدمات الاتصالات والإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية وفي مجال التحول الرقمي الحكومي تنفذ السلطنة حاليا برنامجا وطنيا لرقمنة الخدمات الحكومية باستثمار يقارب 400 مليون دولار أمريكي حتى عام 2025 تؤمن سلطنة عمان بالاستثمار في الرأس المال البشري حيث أطلقت مؤخرا مبادرة وطنية تهدف إلى بناء القدرات وتأهيل 10 ألاف شاب وشابة في مجال التقنيات الناشئة والمهارات الرقمية تمكنهم من توفير فرص للدخل في المجال الرقمي إن سلطنة عمان تولي الكثير من الاهتمام لتنمية أفكار الشباب وتحويلها لشركات تقنية ناشئة حيث تم استثمار أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في هذا الجانب في الخمس سنوات الماضية كما لا يفوتنا التطرق إلى أنشطة المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني للاتحاد والذي يقدم خدمات متعددة للدول الأعضاء في مجالات الأمن السيبراني حيث استفاد من خدماته 40 دولة وساهم في إقامة أكثر من 180 فعالية ومشروع مبادرة في السنوات الماضية ونؤكد استعدادنا للتعاون مع المزيد من الدول في هذا المجال الحيوي وفي الختام تمنياتنا لجميع المرشحين بالتوفيق والنجاح وللوفود المشاركة باجتماعات مثمرة تعود بالنفع على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقق أهداف التنمية المستدامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا